فاز الرئيس الإيراني حسن روحاني بولاية رئاسية ثانية فيما بعث أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برقية تهنية إلى روحاني عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لإيران متمنيا له موفور الصحة والعافية والمزيد من التطور والنماء للعلاقات الكويتية الإيرانية وقد أعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية فوز روحاني على منافسه إبراهيم رئيسي بنسبة 57% من الأصوات في حين بلغت نسبة مشاركة الناخبين الإيرانيين بالانتخابات 70% ويرى مراقبون أن تفوق روحاني وبفارق كبير عن أبرز منافسيها يمنح المعسكر الموالية للإصلاحيين تفويضا قويا لتحقيق نوع من التغيير أحبطه المحافظون لعقود فيما تعكس نتيجة تصويت أيضا تطلع أغلبية الناخبين لحرية أكبر في الداخل وعدلة أقل في الخارج بعد تغلب روحاني على رجل الدين المحافظ رئيسي كما يمثل الفوز انتكاسة للحرس الثوري الذي أيد الرئيسي في الانتخابات